بسم الله الرحمن الرحيم في حياته صلى الله عليه وسلم وذكرها أصحاب السنن وأصحاب كتب الحديث وأصحاب السير ومنها نستفيد العظة والعبرة ونأخذ منها الدروس ولا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالعبر والعظات والفوائد بل أن فيها من الأمور التي ترقق قلب المسلم وتقوي إيمانه وتدعوه إلى الصلاح وإلى الفلاح فالنبي صلى الله عليه وسلم كل حياته صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والتقى وأن الإنسان يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه من المواقف التي ذكرناها أو وقفنا عندها فيما مضى حادثة عظيمة وهي معجزة كبيرة من أعظم ما ذكرها أهل السير بل هي من أعظم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وهي حادثة الإسراء ذكرنا أيها الإخوة أن حادثة الإسراء فيها من الآيات وفيها من العبر وفيها من العظات وفيها من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكبير وكما قال ربنا عز وجل لنريه من آياتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الحادثة وهذا الموقف وهو الإسراء به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس آيات كبيرة وكثيرة وقد ورد فيها عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة من هذه الآيات ومن هذه العلامات ومن هذه المواقف التي ذكرها أهل السير موقف أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة وهو يسير صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس مرت به رائحة طيبة قال فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة التي مرت بي الآن يعني شممها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها تعرفون أيها الإخوة أن فرعون يعني عدو الله كانت سيرته طويلة ذكرت في كتاب ربنا عز وجل كانت عنده أو عنده في قصره ماشطة تمشط ابنته تمشط ابنة فرعون وكانت هذه المرأة امرأة صالحة ممن آمن بموسى عليه السلام وآمن أيضا به وكان عندها أولاد قصتها كما جاء في هذا الحديث قال قلت يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وما شأنها يا جبريل يعني ما شأن هذه المرأة التي وجدت ريحها يعني ريح قبرها وهذه الريحة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما شأن هذه المرأة صاحبة هذه الرائحة الطيبة فقال جبريل عليه السلام بينما هي تمشط بنت فرعون بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط منها كما قال إذ سقط منها المدرى يعني الأمر الذي تزين فيه شعر ابنة فرعون فقالت لما أرادت أن تأخذه سقط من يدها قالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي يعني أنت تقولين بسم الله تقصدين أبي فقالت الماشطة لا ولكن ربي ورب أبيك الله فردت عليها بأنها تذكر اسم الله عز وجل الذي هو ربها ورب فرعون نكمل بعون الله عز وجل ما كان من ماشطة بنت فرعون مع فرعون بعد الفرص حياكم الله أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات نعم من المواقف التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء وهي من الآيات الكبار العظام التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد ريحا طيبة فسأل جبريل عن هذه الريح فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها وباختصار أن هذه الماشطة كانت تمشط بنت فرعون فسقط منها المدرى كما يعني يعرفه أهل العلم أمر يزين أو مثل المشت يزين به شعر المرأة فقالت خينما أرادت أن تأخذه قالت بسم الله فقالت ابنت فرعون أبي يعني أنت تذكرين أبي قالت لا بل الله ربي ورب أبيكي فقالت ابنت فرعون إذن أخبره يعني أخبر أبي عنكي قالت نعم قالت فأخبرته فدعاها فرعون يعني دعا هذه الماشطة فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري يعني أولك رب غيري يقول فرعون للماشطة فقالت نعم ربي وربك الله كلمة حق عند سلطان جائر ففرعون معروف أنه طاغية يسطو ويظلم نعم قالت هذه الصالحة هذه الشهيدة قالت ربي وربك الله لم تخف منه لأن الإيمان وقر في قلبها أيها الإخوة الإيمان لما يكون الإنسان في قلبه فإنه لا يخشى في الله جل وعلا لوم تلائم بعد ذلك قال فرعون فأمر بنقرة من نحاس النقرة هي الجدر الكبير من نحاس قال فأحميت يعني أحمي هذا القدر ووضع به الماء الحار ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيه يعني أنظروا إلى المحنة الإنسان لما يقع عليه العذاب يمكن يصبر أو يمكن يقول هذا علينا لكن هي وأولادها وضع هذا الجدر أو هذا القدر الكبير ومن نحاس وفيه ماء يغلي وأمرت أو أمر فرعون أن تلقى به هي وأولادها ومن شدة العذاب أن أولادها يقذفون في هذا القدر قبلها فماذا قالت رحمها الله ورضي الله عنها قالت له إن لي إليك حاجة يعني تطلب فرعون حاجة فماذا قالت له قالت وقال فرعون وما حاجتك قالت أحب أن أجتمع أو أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وندفن جميعا في قبر واحد فقال فرعون فذلك لكي قال فأمر بأولادها انظروا المحنة أيها الإخوة والفتنة أنه يرمى أولادها قبلها انظروا إلى قلب الأم لذلك أرحم قلب هو قلب الأم أيها الإخوة قلب الأم يتقطع ويتحسر على أولاده لما سيأتينا في حادثة بني قريضة في غزوة بني قريضة بإذن الله عز وجل نجد تلك المرأة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لنا مثلا في رحمة الله جل وعلا من تلك المرأة التي كانت تبحث عن وليدها والصحابة ينظرون إليها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظروا إليها فقال لهم صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه ملقية ولدها في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب لما رأى من شدة ضجر وشدة حزن هذه المرأة التي فقدت ولدها فقال الصحابة لا يا رسول الله لن تلقيه في النار فقال لله أرحم بكم من هذه بولدها الله عز وجل رحيم بنا بل هو أرحم بنا من أمهاتنا ثم قال بعد ذلك لما ألقي أولادها واحدا تلو واحد إلى أن انتهى إلى صبي رضيع فكأنها تمسكت في هذا الرضيع وخشيت عليه فقال لها هذا الرضيع وتكلم وهو في هذا السن قال يا أمي اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت هذه المرأة ورضيعها فبعد ذلك ماتت هذه الماشطة وأولادها فجمعهم الله جل وعلا في هذا القبر الذي رأى أو وجد منه صلى الله عليه وسلم هذه الريح الطيبة حينما أسري به صلى الله عليه وسلم نقول ذلك أيها الإخوة ولنعلم أن الإنسان قد يبتلى في أولاده وقد يبتلى في أحب الناس إليه كما ذكرنا في مواقف مضت ولكن الله جل وعلا رحيم بعباده بعونه جل وعلا سيجلي ما أصابنا من هم وبلاء وغم فهو أرحم بنا سبحانه وتعالى من أمهاتنا أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يرفع عن بلاد المسلمين وعن الناس أجمعين هو ولي ذلك والقادر عليه نقف ونكمل ونذكر بعض المواقف في أيام قادمة بعون الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر